اشتركوا في القناة الحقيقة النهاردة عندنا اخبار كتير واخبار كتير تهم جمهور النادي الاهلي وايضا جمهور الرياضة في مصر بس الحقيقة قبل ما روح للاخبار وتناولها معاكم في النص الاولاني نسيت اقول لكم كمان في النص التاني بيكون معنا بطل الحقيقة بطلنا النهاردة هو الاسطورة كابتن حمد الصافي في الكرة الطائرة كابتن حمد الصافي طالع معنا بصفتين اسطورة النادي الاهلي في الكرة الطائرة رجال احد اسطيره يعني الكبار جدا والمدير الفني لفريق الأول لكرة الطائرة سيدات اللي حصل على الدوري أو حسم الدوري منذ يومين الحقيقة قبل ما روح لحلقتي وأتكلم معكم في كل الأخبار والأمور دي والحاجات اللي إن شاء الله أكيد هتعجبكم بإذن الله عايز أقول انترو أنا يمكن كنت ماهدت له الحلقة اللي فاتت احنا قلنا أن النادي الأهلي على مدار التاريخ دائماً أبداً يهموا البطولات النادي الأهلي عمره ما بيتعامل بالمباراة أو بالقطع والأيام أثبتت صحة كلامنا وحتى في الألعاب الأخرى أيضاً أثبتت صحة كلام إزاي؟ بعد عودة كورونا الحقيقة ابتدت المنافسات يعني النشاط رجع 1-7 تدريبات المنافسات بدأت حواري 15-8 النادي الأهلي من 15-8 سبع كؤوس دخلوا جوه النادي الأهلي دولاب بطولات النادي الأهلي في الألعاب الأخرى الحقيقة النادي الوحيد في مصر هذا الإنجاز احنا بيكلم في أسبوعين أو تلاتة بالكتير النادي الأهلي في الأزمة اللي موجودة دلوقتي في أزمة كورونا ويعني زي ما بيقولوا يعني الدنيا وقفة شوية النادي الأهلي أدى كل التزاماته ناحية لعبته معسكرات تدريبات كل شيء فني وكل الدعم قدمه لأبطاله كان الناتج سبع بطولات هقولهم بالورا والألم أول بطولة الأهلي بطل الجمهورية لشباب كرة السلة تحت 20 سنة أدي أول كاس الأهلي بطل الجمهورية أنيسات كرة السلة تحت 18 سنة أدي ثاني كاس الأهلي بطل الجمهورية أنيسات اليد تحت 20 سنة أدي الثالث الأهلي بطل دوري سيدات الكرة الطائرة إن شاء الله كابت الحمد الصف هيكون معنا الرابع الأهلي بطل الجمهورية أنيسات الكرة الطائرة تحت 16 سنة من يوين؟ الخامس الأهلي بطل دوري ناشئ اليد تحت 18 سنة السادس الأهلي بطل الجمهورية ناشئ السلة تحت 18 سنة طول 7 كقوس دهب دخلوا النادي الأهلي طب كده بس؟ لا عايز أقول لكم فيه 3 مراكز اتخدوا بس دائماً أبداً النادي الأهلي بيدور على المركز الأول عندنا في الضيط بطولة الجمهورية ناشئة طائرة تحت 17 سنة عندنا برونزية دوري شباب اليد موليد 2000 عندنا برونزية بطولة الجمهورية للناشئات تحت 18 سنة وفي الضيط كاس مصر رجال في كرة السلة خلينا أقول لكم حاجة طبعاً دي أنت على منص التتويج بس دائماً أبداً النادي الأهلي بيدور على المركز الأول خلينا بس نحط قصين كده احنا لسه الموسم مخلص 7 كقوس بعد 7 كقوس 3 منصات تتويج أو 3 مديليات بس بين قصين كده في 3 أسابيع أنا بس بقول ليه الكلام ده عشان بربط لكم الأحداث مع بعض النادي الأهلي دائماً أبداً الهجوم اللي حصل على النادي الأهلي نتيجة خسارة مباراة عمره ما هي نسينا ولا يخلينا نبص أو نشوف الدور الكبير أو ما نشوفش الدور الكبير اللي بيعملوا النادي الأهلي في كل الألعاب وأنه قلع الرياضية الأولى في مصر تمام؟ طيب الخبر الثاني اللي يهمني برضو أتكلم عنه هو خبر عالمي أمريكا الحقيقة من ستة أو سبع شهور حصل في حادث هناك كان الناس قالت عليه حادث عنصري ووفاة أحد أو المواطنين الأمريكان أصحاب البشرة الصمراء أثناء القبض عليه حصل هرج ومرق كبير وبتاع والدنيا طبعاً تبعته هذا وكانت الرياضة ساعتها متوقفة ما كانش فيه تأثير عن الرياضة لأن كانت الرياضة وقفة عشان كورونا بعد ما رجع النشاط في أمريكا حصل من يومين حادث في أحد الولايات مع جاكوب بليك ده مواطن أمريكي أيضاً تعرض لإطلاق نار وهو طبعاً في أثناء القبض عليه أنا ليه بقولي الكلام ده حصل رد فعل على الرياضة عنيف جداً هناك برضو كان المواطن اللي توفى كان صاحب بشرة صمراء فأنا ليه بقولي الكلام ده حادثة ده كان ليه تأثير كبير جداً عن الرياضة في أمريكا الـ MBA اتأثر وتوقف الـ MBA يومين وكان مهدد بالإلغاء دوري كرة السلة الأمريكي كان مهدد بالإلغاء وهناقح القصة دي بالتفصيل لما تيجي في الأخبار العالمية البيس بول اللي بيلعبوه أيضاً في أمريكا برضو كان مهدد بالإلغاء تينس لعبة كتير جداً انسحبت فإذن الرياضة هي انعكاس كبير جداً جداً للقيم المجتمعية والحقيقة أمريكا زي ما أنتم عارفين بيبقى فيها استثمارات بالملايين بالمليارات الحقيقة فلما يبقى حاجة زي كده حصل عليها أنبكت في الرياضة كان لازم نقول لكم اللي بيحصل وكان لازم نقول لكم أن الرياضة أصبحت صناعة وأصبحت تتأثر بكل شيء بكل شيء تتأثر بيه الرياضة والرياضة أصبحت حياة وأصبحت صناعة كبيرة جداً نرجع لحلقتنا ونشوف أخبارنا معاكم إيه دايماً بنبتدي بأخبار كرة اليد دايماً بنعيد ونزيد هيبقى خبر معانا أول خبر وأول رياضة بنهتم بها كرة اليد عشان الحدث العلامي اللي حضراتكم عارفينه كاس العالم المنتخبات اللي هيقام في أرض مصر وهنيجي ليه بالتفصيل في خبر بس هيبقى دايماً أول ألعبنا كرة اليد رجال يد الأهلي طبعاً بقادر كابتن طارق محروس هزموا نادي الطيران ودياً طبعاً أنتوا عارفيني فيه تسع لعبين مع المنتخب وفيه بقى اللعبين مع كابتن طارق محروس كابتن طارق محروس كان حريص أنه يعمل مطشات وديا وديه لقطات من الببراء عشان لما يرجع له تسع لعيبة يبقى الفريق كله زي ما بيقوله مية واحدة طيب بنستعد إزاي؟ حقيقة لغاية وقتنا هذا اتحاد كرة اليد ما حسمش قرار وهيستقني في الموسم ولا طبعاً هفضل لنا كتير؟ لا فضل لنا مطشين بس مطش مع نادي طلاق الجيش ومطش مع الزمالك لابد أن نفوز فيهم عشان نروح مع مباراة فيصل مع نادي الزمالك خلينا أقول لكم إن زي ما قلتم حضركم تاني في تسع لعيبين غيبين إحنا فوزنا المباراة ستة وتلاتين عشرين وديه ضمن سلسلة من المباريات اللي هيعملها كابتن طارق محروص عشان دايماً يبقى متطمن على لعبته زي ما قلنا لحضركم إن كاميرا الأبطال هكون مع أبطالنا في كل مكان طبعاً كرة اليد عشان هي اللعبة الأساسية دلوقتي اللي مصر كلها بتبص لها كاملة الأبطال راحت غطت المباراة وعملت لقاءات مع الكابتن محمد يحيي طبعاً المدرب العام خلينا شوف التقييدة ورجع لحضركم رجعنا بقلنا حوالي شهرين بدأنا تمارين مع كابتن طارق بدأنا تمارين الأول في الملعب المفتوحة طبعاً في أهل مدينة نصر معظم الشغل الفطر فتت شغل بدني بدأنا من حوالي شهر نشتغل شغل تاك تيك في الملعب اللعب هي ترجع تتمرى مع بعض تعرف تحركاتك مع زميلك في الملعب الحمد لله يعني بدأت الدنيا ترجع واحدة واحدة الحمد لله المباراة الودية لها عامل كبير طبعاً على الأقل تاخد إحساس الملعب إحساس الدفاع والهجوم مع زميلك تحركات التك تيك شايف طبعاً المباراة الودية طبعاً مباراة مهمة اللعبة بتجيب نفسها في المباريات واحدة واحدة إن شاء الله طبعاً نستعدد لتكملة الدوري إن شاء الله المباراة الودية دي بتقرب اللعبة من بعضها بتخلق روح التعاون بينهم بتقرب بين اللعبة بقى فيه تفاعم بين اللعبة طبعاً المباراة دي انت عارف طبعاً مهما اشتغلت مع اللعبة للعدد الأولاي اللي ده في الفترة طويلة يشتغلوا فترة طويلة المدة مثلاً أسبوعين ثلاثة أسابيع من غير لعبة المنتخب فطبعاً ما عاش ببرده بقاش فيه ملل في زهق فانت المباراة دي بتخرجوا من المدة واحد اثنين بتعلي الحالة البدنية عنده والفنية عنده كمان وفي نفس الوقت بيحصل التجانس ما بين الفرقة احنا حطين البلان بتاعنا على اساس ان احنا ممكن في نهاية التسعة نبدأ نلعب الموتشين اللي هما متوقعين في الدوري موسم 19-20 ولكن لغاية دلوقتي فيش قرار رسمي به يعني انت حط البلان بتاعك اولاً لو تلعب القديم ولكن لغاية دلوقتي فيش قرار رسمي هل انت هتلعب الموتشين الدوري الموسم السابق ولا هتلعب الدوري الجديد لكن احنا في كده الحالتين سواء هتبدأ في أخذ 9 في أول عشر الموسم القديم أو الجديد احنا ان شاء الله على تم استعداد وحطين البلان بتاعنا وشغالين على كده هتلعب تقريباً لو لعبت القديمة هتخلص الموتشات بتاعتك اللي هي الموتشين اللي فضلين لو ان شاء الله قصدنا الموتشين يبقى فيه موتشة فاصل عملنا موتشات وديا ولسه نعمل موتشات وديا تانية يبقى الله زي ما قلت له حركة يعني موتش عن موتش الواحد بيحس ان هو واقف على رجله أكتر وحاس ان هو يعني بقى أكوى وبقى أحسن وبقى أسرع من خلال التمليل طبعاً اللي بتمرنه ومع الوقت يعني احنا كل موتش عن موتش المستوى بيه على يعني الحمد لله كل التوفيق اللي كابتن طاري محروس واللعبين الحقيقة باين عليهم الإجهاد باين عليهم الشغل البدني جامد أنا لعيب وكنت لعيب وعارف اللعيب لما بيبان عليه الإجهاد كل التوفيق اللي كابتن طاري محروس والحقيقة برضو أنا عايز أقولين الصفقات في كورت اليد ماشي علاقاتها من وصاق أحنا ما عنديناش طبعاً يعني ما نقدرش نقول عن أي شيء بيجرى ولكن طمينه إن شاء الله كورت اليد بإذن الله هترجع الوضعها الطبيعي نروح لشباب كورت اليد بكورتة كابتن صابر حسين اتأهلوا نهائي كأس مصر بعد فوزهم على هليوبلس 28-23 خلينا أقول لحضراتكم إن بكرة هيبقى الفاينال على طول إن شاء الله الماتش ده خلصان عصر اليوم النهاردة بكرة الفاينال على طول هننتظر الكسبان من الزمالك والأولمبي يعني النهاردة الزمالك والأولمبي هيلعبوا بعض الكسبان هنلعبوا بكرة بإذن الله طبعا كأس مهم بطولة مهمة لأن شباب كورت اليد دائما أبدا بهم نواة الفريق الكبير كل التوفيق لكابتن صابر حسين نجم مصر والمدير الفني بالتوفيق هو ورجال تقدروا يحققوا البطولة الغالية علينا وعليهم إن شاء الله طيب ناشئ كورت اليد أيضا الأهلي يهزم الزمالك فريق ناشئ كورت اليد بقيادة المدير الفني كابتن شام عبد الوهاب ميشو طبعا فاز بدور الناشئين تحت 18 سنة ألف مبروكة كابتن وده أحد الكؤوس السبع اللي احنا قلنا عليهم في بداية حلقتنا وكانت النتيجة 33-28 فرق كبير فرق يدل على التفوق منذ البداية للنهاية الشوت الأول خلص 16-14 والشوت الثاني طبعا خلص 33-28 الفريقين كانوا تأهلوا المرة النهائية بعد ما تصدر الأهلي المجموعة الأولى والزمالك كان على قمة المجموعة الثانية عملنا تقريب طبعا مع أبطالنا قبل يوم المباراة بيوم خلينا شوف التقرير ده وارجع لحضراتكو تاني طيب بس عايز أقول لكم حاجة إنه فيه أوقات فيه أوقات طيب التقرير جايز طيب خلينا نروح نشوف التقرير وارجع لحضراتكو تاني كانت من الصعبات بقى نبتدي ترجع إنه إحنا كان الوقت داي قوي نحن بتدي نشتغل على النهائية فإحنا نتحمل البدني عامل إزاي وفي نفس الوقت الوقت قليل قوي نحن نحمل التحمل البدني مع قوة سرعة مع كورة يد لها الهندبول يعني نفسها فالموضوع يعني كان فيه شوية مشاكل بس الحمد لله الأولاد قادريين والحمد لله في خلال السبع أو التسع مطشات اللي فاتوا دولت تبدأ نشتغل على نفسنا جامد تبدأ نطور من نفسنا وقت مع كل مطش في زيادة في التطور في الحمل البدني وفي الإعداد البدني وفي التكتك بتاع الولاد والمهارات كل الكلام ده وتبتدى يعلى الحمد لله واحدة واحدة دورنا إحنا إن إحنا نخلين موضوع دوتك ماشي عادي مطش عادي في الأول والآخر بنفس قيمة النقاط بس إحنا بكره للفرق إن إحنا ملعب عن مطش النهائي نهائي دوري فيمكن دية إن إنت إزاي تشيل الولاد من تطلعهم من الحملة أو من التفكير الزيادة عن الزوم إن إحنا نخليهم بقى التركيز بتاعهم أكتر جوه الملعب فهو دوت الحاجة اللي نشتغل عليها إن إحنا مش داخلين مشكلة كبيرة داخلين موضوع في الأول آخر جيم في الأول وآخر هنلعب اللعبة بتاعنا وإن شاء الله عارفين النقطة الضعف اللي همتدين نشتغل عليها وربنا يكرمنا إن شاء الله ونإضا نشتغل عليها صح نواجدنا صعوبات في أول موسم بس الحمد لله عدناها خسرنا مرشة بلكده بس الحمد لله قدرنا نعوض وقدرنا نحن نكسب نادي زمالك في المواجهات المباشرة في الدوري والحمد لله يعني إحنا مستعدين كويس إن شاء الله بإذن الله المكسب لنا بإذن الله يعني إحنا مستعدين كويس نستعد عشان ناخد الدوري نحن معروف إن النادي الألي ما بلعبش غير على الدوري بس وإحنا يعني تعبنا من أول الدوري مع كابتن خالد ومن فترة الإعداب بتاعته وكابتن ميشو برضو جي كمله من ساعة فترة الامتحانات لما وقفتنا كنا بنتمرن برضو في الامتحانات يعني محدش أثر فينا ويعني رجعنا باقوة كمان يعني مخسرناش ولا ماتش الحمد لله بعد ما رجعنا وإحنا دائما مستعدين مبارات الزمالك بطولة لوحدها فإحنا الدوري حاجة وماتش الزمالك بناتبرو حاجة لوحدها تانية بطولة كاملة يعني من أول كابتن خالد فتاح كان مسكنا كان عامل معنا شغل قوي بعد كده كابتن ميشو جالنا بس جالنا بعد فترة التوقف دي فترة التوقف دي كان عندنا ناس بقى سنوات عامة كتير كانوا يعني مراحين كتير ففترة سنوات عامة دي أثرت شوعية بس هم قدروا يقوموا بسرعة وإحنا عاملين نتائج أول مرجعنا عاملين نتائج كويسة ومخلصين نلعب فينال من أول كان نقصونا لسه ماتشين وإحنا ضمنين اللي إحنا في فينال بس برضو بنلعب الماتشين دولات بندوس جامد لحد ما نوصل لماتش الزمالك وإن شاء الله نقدر نساعد الجماهير ودور في الجزيرة إن شاء الله إحنا مستعدنا لمبارات الزمالك بس إحنا استعدنا الدوري كله من أوله كنا نويين للدوري يرجع هنا تاني الجزيرة عشان إحنا اتغلبنا الموسم اللي فات في المباركة ويا ما بيننا وما بين نادي الزمالك فإحنا كنا مستعدين للدوري ده ونويين اللي هو هيخلص إن شاء الله في الجزيرة هنا بس فإحنا استعدنا لكل الفرق ومن أول الدوري والصعوبات طبعا اللي وجهتنا إنك بتقابل فرق كلها محترمة إحنا كيه كده سقاضين داخلين الفاينال كان لسه في مشكلة إن أحد تانية في المجموعة التانية مع الزمالك كنا لسه مش عارفين مين اللي يجيلنا في الفاينال بس إحنا كنا جاهزين إن إحنا كيه كده خلاص إحنا في الفاينال وكنا بنأسس بقى إن إحنا منستنيين مين اللي يجيلنا بس كنا بنزبط شغلنا بعد فترة التوقف اللي إحنا وقفناها كابتن شامت دينا تعلمات كتير جداً للماتش تكلمنا كتير في الماتش عاملله حساب كبير جداً أهلاً بحضركوا من جديد التقرير اللي فات محمود عبدالعزيز لعب الفريق قال النادي الأهلي ما بيلعبش غير على البطولات متشكينا محمود نفس اللغة اللي إحنا بنتكلمها هنا هتلاقي نفس اللغة دي جوا النادي الأهلي مع كل اللعبين صدقوني النادي الأهلي ما بيعترفش بالمركز الأول لا يتعامل بالقطعة تمام؟ أكيد الرسالة وصلت إن حتى مش كرت القدم بس الألعاب الجماعية والألعاب الفردية بيفكروا نفس التفكير طيب أنا كنت قلت خبر من شوية أن النادي الأهلي تأهل للمباراة النهائية بعد ما فاز على هليوبلس وكان منتظر الكسبان من الزمالك كلهم بيزمال الكسب يبقى إحنا بكرة إن شاء الله هنلاعب الزمالك على نهائي شباب كرة الياد كأس مصر شباب كرة الياد دي بكرة إن شاء الله المباراة وأكيد هنقول لحضراتكم النتيجة وأكيد هتتزعى على قناة النادي الأهلي النتيجة هنقول النتيجة كام وهتعرفوا النتيجة حتى في حلقتنا جاي لمشاهل حق يتابع هيعرف من حلقتنا جاي إن شاء الله طيب في دور كرة السلة رجال طبعا إحنا تابعنا النادي الأهلي احتل المركز الثاني أو خد المدالية الفضية بعد خسارة من نادي الاتحاد في السواني الأخيرة من اللوم طبعا هارد لك ولكن كان عشان نعمل كامباك من يوم الثلاث عشان نلعب مباراة تانية فاصلة مع الجزيرة كان يوم السبت كان الموضوع في منتهى الصعوبة والحقيقة رجالي لكرة السلة بقادر كابتول أشرف توفيه كانوا على أد المسؤولية عملوا كامباك رجال وفع رجال يوم كسبنا الجزيرة في جيم فور أو المباراة الرابعة في الأدوار الإقصائية طبعا إحنا كنا كاسمين اتنين واحد كان يكفينا الفوز عشان نتأهل للنهائي طب هنقابل مين في النهائي نادي الاتحاد السكنداري نادي الاتحاد السكنداري تأهل قبل توقف كورونا بيوم تأهل للنهائي انتظر مين إحنا والجزيرة كورونا جات وقفنا على جيم فور رجعنا تاني الحمد لله ربنا كرمنا كسبنا تلقنا نهائي بس عايز أقول حاجة الجمهور نادي الأهل خسارة مطشي الاتحاد كانت فيه بعض الأخطاء الفنية الناس المتابعة تعرفها كويس ولكن أنا عايز أقول حاجة فريق كورت السلة الأسباب ما ما قدرش يعمل مباريات ودية قبل كأس مصر أسباب كان فيها أمور خارجة عن إرادة الفريق الأخطاء الفنية دي مع مطش سبورتينج ومع مطش الاتحاد تم تلافيها في مطش الجزيرة وكانت النتيجة هي الفوس بعد إكسراتين بنتيجة 66-63 مباراة كانت تنبارح يعني أصدق لكم أنه مع خسارة المباراة حتى مباراة الاتحاد ولكن النادي الأهلي ما كانش أو يعني ما كانش بالسوق اللي الناس كلها كانت متخيلة خلص المباراة تلاتة بنت برغم أن الفارق التسع ونادي الأهلي عوضوا ولكن قدر يقض بالمباراة تاني ويخلي المباراة تخلص تلاتة بنت مطش الجزيرة مبارح بالرغم أنه بعد إكسراتين قدرنا نحسنه برضو وكان فيه زي ما بيقولوا مميزات كتيرة دفاعين وهجوميا تلاشينا العيوب اللي حصلت في مباراة الاتحاد كل التوفيق طبعا لكابتن أشرف توفيق خلينا أقول لكم المواعيد بتاعة المباراة تهتبقى أول مباراة المباراة في البلاي أوفس مع نادي الاتحاد هتبقى 4-9 لو NYوم الجمعة القادم تاني مباراة هنلعب مباراة يوم وبعد يوم 4-9 الحد 6-9 التلات 8-9 الخميس 10-9 السبت 12-9 خلينا أقول لكم اللي هيفوز 3 مباراة هو اللي هيكسب يعني لو أي فريق من الاتنين فاس بالتلات مباراة الأولين مش هنروح للجيم الرابع ولا الجيم الخامس ولكن هم حطين او الجدوى المحطوط انه نوصل نتعادل اتنين اتنين ونوصل لمباراة فاصلة كل التوفيق لفريق كرة السلة بنادي الاهلي اللي حقيقة تم بناء فريق قوي جدا جدا ان شاء الله قادر زي ما شوفنا كأس مصر على منص التتويج ايضا في الدورة بيلعب نهائي يعني هو والاتحاد بالصراحة فرقتين على اعلى مستوى السنة دي نروح لناشئ السلة تحت 18 سنة الاهلي هزم الزمالك وفاس بالبطولة ده احد الكويس السابعة اللي قلتها لحضراتكم في الانترو ودي لقطات من المباراة طبعا الفريق ده بقاعدة كابتن ياسي بالفتوح وخلينا اقول معاكم اقولكم انه المباراة خلصت 74-72 والمباراة دي كانت مباراة فيسر يعني الاهلي خسر مطش من الاتحاد والزمالك خسر من الاهلي فرحوا لمباراة فاصلة مباراة الفاصلة دي تلعبت النادي الاهلي كسب 74-72 بسكت ده يدل لكم ان المباراة كانت صعبة والفوز جيه في اخر ثانية يمكن الف مبروك كابتن ياسي بالفتوح انا عايز بس اقولكم حاجة كابتن اسلام علي اللي كان ضفي الحلقة اللي فاتت هو اللي كان مسك الفرقة دي السنة اللي فاتت وكان كابتن ياسي بالفتوح هو اللي كان مسك فرقة كابتن اسلام علي قبل طبعا توقف كورونا لما حصل تغيير الاتنين مدربين الاتنين كسبوا يعني المدربين ده مسك مكان ده وده ميسك مكان ده اللي اتنين كسبوا فما فرقش اي حاجة دي سياسة النادي الاهلي بالذات في الناشئين بيمشي بالسياسة عامل طبعا سيد صبر رئيس الجهاز دي حاجة تتحسب ليه جدا 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 انه حتى بعد تغيير الجهاز الفقني للفريقين وحصل سواب ما بينهم او تبديل ما بينهم الفريقين خدوا البطولة الف مليون مبروك وخلينا نعد سبع كقوس تلت مديليات واحنا معاكم كل حلقة هنقول لكم الجديد ايه طيب فريق السيدات فريق السيدات كرة السلة بقيادة الكابتن علي هاشم مرانا وتكرارا قلنا ان الفريق ده اكتر فريق استفاد من التوقف احنا شايفين لقطات ارشفية من الفريق من مبارياته كانوا بيلعبوا اليوبلوس في المبارا دي طبعا لما اخدنا المركز التاني في القرع بتاعة الادوار الاقصائية جيه في سكتنا التأمين فوزنا 2-0 احنا بنلعب في الرجال بيستو 5 او احسن 5 ماتشاط او الاحسن في الخمسة البنات بيلابوا احسن في التلاتة لان طبعا اللي يقل بدانية بتفرق من البنات والولاد النتيجة المباراة الاولى خلصت 79-46 المباراة التاني 65-54 2-0 اتأهلنا المباراة اللي بعد كده عشان نقابل هليوبلس هيبقى في قابل النهائي هيبقوا 3 مباراة ان شاء الله هيبقوا صعبين الفرقة محتاجة تركز هليوبلس خد كاتس مصر النادي الاهلي ما شاء الله فرقة وقف على رجليها طبعا يعني اكيد كلنا سمعنا ولسه طبعا وقت الاعلام مجاش في صفقات جديدة فريق كرة السلة سيدات ان شاء الله انا بتوقع له بإذن الله ان شاء الله ماشي على ترك المزبوط نتمنى نروح بيهم لبطولة افريقيا زي ما شفنا في النهاية السيزون اللي فات ان احنا خدنا الفضية في بطولة افريقيا انا بتوقع الفريق ده لو تم المحافظة عليه ان شاء الله ومشينا بالسبدة اخدنا البرونزية اسف هنروح على المداليا الزهبية ان شاء الله بطولة افريقيا بإذن الله زي الرجال نروح للاهلي يهزم الشمس في نصف نهائي كأس مصر اللي كرة الطائرة رجال خلينا اقول لكم لا ده في ربع النهائي كسبنا الشمس في ربع النهائي الطائرة طبعا انتم عارفين طبعا الطائرة ما شاء الله خلاص تقريبا حسم وبطولة الدورة بشكل كبير كأس مصر لعبنا الشمس في دور التمانية كسبنا هنقابل الزمالك في نهائي مبكر في قبل النهائي فوزنا 3 أشواط 3-0-25-21-25-13-25-20 كان الملعب والمباراة اللعبت على صالة أمير عبدالله الفيصل طبعا الصالة شكلها يفرح بعد تغيير أرضية الصالة حاجة تحس ان هي أوروبية يعني الحقيقة وأكيد تغيير أرضية الملعب ده هيفرق كتير جدا مع إصابات اللعبين الأرضية ما كانتش كده والحاجة يعني بصراحة مباراة وشكل جميل جدا 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 طيب النادي الأهلي كانت أهل برضو المباراة قبل النهائي نادي الزمالك تأهل المباراة قبل النهائي بعد ما فاسعة الدخلية 3-1 إن شاء الله كل التوفيق إحنا عملنا تقرير طبعا مع الفريق وحضرنا المطش مع فريق طبعا الطائرة أشوفوا التقييدة وارجعوا لحضرات كتير الحمد لله طبعا نتيجة النهاردة فرقة الشمس فرقة محترمة ده ماكشف دور التمانية النهاردة حنا كنا بنحاول نشرك أكبر عدد من اللعيبة وخصصا لعيبة اللي هي الصغيرة أو النسبة مشاركتها كانت قليلة في الفترة اللي فاتت ده راجع اللي هم كانوا مصابين أو عندهم ظروف خاصة النهاردة اللعيبة دي لعبت والحمد لله كانوا يعني على قد المطش وعملوا اللي عليهم الحمد لله النتيجة كانت 3-0 الله إحنا عندنا عبد الرحمن السعودي عنده شد في منشأ عضلة يعني من عنده الحوض كده الشغال مع الدكتور سمح ظلام بقاله فترة عمل إشاعة والمفروض إنه هو إن شاء الله في عرب وقت يعني هيرجع إن شاء الله عندنا يوسف الصافي مبارح بدأ يشتكي من ظهر وكده شوية بس إن شاء الله تبقى شدة حاجة خفيفة إن شاء الله مطش الزمالك في دور الأربعة في كاس مصر عندنا بعديه مطشات فضلنا حوالي أربعة أو خمس مطشات في الدوري من ضمنهم مطش الزمالك تاني ومطش الجيش ومطش السموح المطشات دي مهمة جدا جدا إن شاء الله يكونوا على قد المسئولية وهم طول يعني معاودين إنه هم رجالة ودايما بيعملوا اللي عليهم إن شاء الله يفرحونا زي ما فرحونا بطول العربية نكسب إن شاء الله الدوري وكاس بإذن الله رب العالمي ابتدى الفريق يرجع تاني للمستوى بتاعه خاصة نحن بنكمل دوري وبنكمل كاس فترة كبيرة اللي حصلت دي طبعا عمل الدورب مع الفريق كان لازم جدا كله يتكاتف عشان الفريق يرجع تاني وخبال حياتك للياقب بتاعته اللي هي كنا سايبينها وخاصة نحن عادين بطولة عربية لقبنا بعدها بقى مطشين وبعد كده حصل التوقف نطمن الجمهور النادي ومجلس إدارة النادي إن احنا إن شاء الله حنتجاوز كل الصعاب اللي عدت إن احنا نحصل على البطولة الدوري والكاس وربنا يكرم إن شاء الله تتلعب بطولة أفريقيا قبل نهاية السنة عشرين عشرين عبد الرحمن ده العيب صغير ومستقبله حلو في الملعب ومفروض إن هو بروميسنج إن هو يبقى يعني التلاتات اللي جاي الفترة الجاية دي في مصر كلها فإحنا مركزين معاه وحتى إحنا مرايحينه تماما وكابتن ميدو يعني بصراحة يعني فوق ممتاز في النقطة دي إن هو ما بيدخلش تماما في القرار الطبي طول مع عبد الرحمن يعني اللي هو يعني طبق القرار الطبي إن هو ما ينزلش ما بيستعجلش وبيستغل الكيز اللي موجودة عنده في الملعب طبعا مبارا مهمة مبركز بلاعب طبعا فريق محترم الحمد لله ربنا قربنا موتش مهمة طبعا يعهينا نسيم الفنة مع نات زمانك بإذن الله طبعا بشكل لعيبة وبشكل جايز الفن الحمد لله شاركنا كلنا بصورة كويسة والاقاتة مع عليها الحمد لله رب وعلمين رسالة مهمة جدا بنشوفهم في الأسبانة مرة بالنظم بطاع الفركاء هنا بقولهم إن شاء الله ربناكم إن شاء الله مفرحكم كالعادة بإذن الله والدوري موجود بإذن الله زي ما هو في الجزيرة بإذن الله والكاز بإذن الله اللي يبقى م gambes عادة عينها إن شاء الله وعالناد الأعلي جماعا بإذن الله عندنا متشاط في الدوري مهمة مسافرين بكرى إن شاء الله سكندري عندنا ماتش مهمة مع اسموها أناك ده تركيزنا دلوقتي كله ماتش اسموها وبعد كده نرجع إن شاء الله كاسبانين ونبدأ نركز بعد ما الدوري يخلص بإذن الله نبدأ نكمل مرحلة الكاس وإن شاء الله ربنا يكرمنا السنة دي الدوري وكاس ونفرح إن شاء الله جمهوري النادي الأهلي كله الجمهور طبعا هو رقم واحد في النادي الأهلي إحنا بنلعب عشان نفرح الجماهير ونتمنى منهم يسندونا وإن شاء الله نقدر نفرحهم ورايب كل التوفيق طبعا لكابتن محمد مسلح ميدو ورجاله الحقيقة الدوري وركاس مهمين جدا للحفاظ بكل البطولات الكرة الطائرة بتحلق في مكان تاني خالص كل التوفيق لكم يا جماعة الحقيقة يعني فرقة بتشرح القلب الحقيقة لما لو واحد يشوف أي تقرير أو أي خبر عن هذا الفريق طيب أحد الكوش اللي تكلمنا عليها كمان في بداية الحلقة كان نشآت الكرة الطائرة تحت 16 سنة بقيادة الكابتن عزب الشرباجي طبعا حصلوا على بطولة الجمهورية فازوا على سموحة 3-0 بطولة كانت مهمة جدا وخلينا أقول كمان أنه الأهلي في طريقه للكاس كان فاز على الصيد وسموحها بنتيجة 3-0 وفاز على أصحاب الجياد 3-1 ألف مبروك للبنات دي طبعا صور للمباراة طبعا ألف مليون مبروك كأس من أحد الكؤوس السبعة اللي قلت لحضراتكم عليها في بداية الحلقة ألف مليون مبروك لكابتن عزب الشرباجي كل التوفيق لقطاع الكرة الطائرة بالكامل سيدات ورجال طيب لو تفتكروا حلقة كنا عملنا حلقة مع كابتن تامير الصغوي على التنس الأرض وقلنا على محمد صفوت كده يعني أنا هروح من أخبار النادي الأهلي هنروح للأخبار المحلية محمد صفوت ده أحسن لعب تنس أرضي موجود دلوقتي وأعلى رانكينج في مصر يعني أعلى لعب رانكينج على مستوى العالم في مصر ترتيبه الكامل ترتيبه 131 طيب في بطولة بطولة أمريكا المفتوحة دي أحد البطولات المهمة جدا اللي بتفرق معلقة في الرانك بتاعه مجموع جوائزها عالية جدا يعني أنا تقارب 30 مليون دولار بطولة مهمة جدا مهمة جدا محمد صفوت ما كانش هتأهل لها كان ترتيبه 131 البطولة هتأخذ أول 128 لعب كان الحل الوحيد اللي محمد صفوت أنه يخش دي طبعا صورة محمد صفوت أنه يخش أنه يعتذر 3 لعبين عشان هو يخش يقدر يخش البطولة وحاصل سبحان الله لكل مجتهد النصيب اعتذر 3 لعبين ودخل ضمن 128 هيلعب البطولة أنا عايز أقول لكم رقمه 131 ده أحسن تصنيف وصله محمد صفوت طيب إيه اللي ساعده أن يوصل التصنيف ده لنتقاهل الأولمبيات فلما تأهل الأولمبيات اللي جاية توكيو 20-21 فرق معه جدا في الرنك فبنقل عليه قرب دخل بقى في 128 اللعب وبطولة أمريكا المفتوح طيب إيه اللعيبة دي اعتذرت اللعيبة دي اعتذرت عشان البطولة الحقيقة أخذوا قرارات خنقوا شوي على اللعيبة قال لك كل لعيب ليه مرافق واحد اللعيبة دي أو لعيبة التينس دلوقتي بقى تستثمرات كبيرة لعيبة التينس بيروحوا بفريق كامل أعداد بدني مدرب أعداد نفسي بفريق كامل فلأ اللعيبة كتير جدا لك أنا مش رحب الفريق بتاعي خلاص هعتذر الحاجة التانية المرافق اللي بقى يبقى واحد بس زائد طبعا إجراءات التباعد للاجتماع والحاجات دي اللعيبة اعتذرت تيتات لا يبقى اعتذرت محمد صفوات دخل الحقيقة كل التوفيل محمد صفوات على فكرة هنتابعه في البطولة وهنجيب لكم أخباره لأن إحنا وراء أبطلنا في كل مكان والحقيقة كلين إحنا الشرف إن إحنا حطينا الدوق على محمد وكنا من الأوالي البرامج الرياضية إن إحنا نقول يا جماعة خل بالكم عندنا لعيب هاي الاسم محمد صفوات في التينس وتمنى إن شاء الله يخش في الطوب هندرد بلايرز على العالم كله طي زي ما قلنا عندنا أخبار محلية أيضا في الخبر اللي يخص كرة اليد أنتوا طبعا حضراتكم وزير الشباب الرياضة معالي الوزير الشباب الرياضة الدكتور أشف صبحي اجتمع مع اللجنة المنظمة أو اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد اللي هيقاوم في مصر رقم 27 هيشترك فيه 32 فريق هيبقى من الفترة من 13 إلى 21 يعني دكتور أشف صبحي قاعد مع اللجنة المنظمة ليه قاعد معهم عشان في قرعة هتتعامل يوم 5-9 في قرعة هتتعامل يوم 5-9 يوم السبت القادم هتتعامل عند أهرامات الجيزة حدث علامي كبير العالم كله هيشوفه 32 دولة في العالم هتشوفه البشاركين زائد المهتمين بكرة اليد إذن حدث يهم مصر كلها وأنا بناشد من هنا جمهور النادي الأهلي وكل جمهور الرياضة أنه يدعم هذا الحدث لأنه هو في البنكوسين كده مصر وزير الشباب الرياضة اجتمع مين كان في الاجتماع شفنا من شوية الصور كان المهندس شام نصر رئيس الاتحاد كابتن حسين لبيب طبعا نجم مصر السابق مدير البطولة وعدد من قيادات وزارة الرياضة طبعا الصورة هي الاجتماع طبعا كان عشان الاستعداد للقرعة حفل الفتاح حفل الختام كل تفصيلة صغيرة الدكتور أشف صبحي مهتم بيها جدا ولابد أن يخرج إن شاء الله هذا الحدث بالشكل الذي يليك باسم مصر العظيم طيب قبل ما نتنقل معكم الأخبار العلامية الحقيقة عندنا فيه أخبار كتيرة هطلع لفاصل وارجع لحضراتكم ابقوا معنا أهلا بحضراتكم من جديد أروح معاكم للأخبار العالمية وفي بداية الأخبار العالمية معنا دوري الـ MBA الأمريكي زي ما قلت لحضراتكم الدوري توقف يومين ولكن فيه فرقتين تأهلوا للدور قبل النهائي كان أولهم فرقة باكس كسبت أورلاندو ماجيك دي لقطات من المباراة طيب آخر مباراة خرصت مية وتمانية مية وتمانتاشر مية واربعة ده الباكس وأورلاندو ماجيك دي لقطات طبعا من المباراة وطبعا زي ما أنتم شايفين الحزن كان بيخيم على المباراة عشان الأحداث اللي حصلت لحضراتكم في بداية الحلقة طبعا كان أحسن لعب في فريق أيو اللعب اللي هو تلاتة واربعة وثلاتين اللعب اللي حط الدانك ده يانس حط ثمانية وعشرين يقطة وسبعتاشر رباون وطبعا ده اللي هو الفريق الباكس ده أول فريق تأهل للدور البعدي كده كسب أورلاندو أربعة واحد كسب فريق أورلاندو ماجيك أربعة واحد خلينا أقول لحضراتكم أن طب الفريقين دول التأهلوا طب الباقي الباقي لسه بيلعبوا لغاية دلوقتي ليه؟ لأن احنا قلنا بيلعبوا بيستوف سيفن ما زي مصر احنا بيلعبوا بيستوف فاير الحقيقة المباراة كانت يعني يمكن لما بتوصل لتلاتة واحد بتبقى خلاص الفرقة أورلاندو ماجيك كانت بتلعب المباراة طبعا دي كرة تلاتة بونت وان مور الهجمة دي بتكون بأربعة بونت يعني اللي بيسجل تلاتة نقاط بيتضرب بياخد رمية إضافية بيسجل أربعة نقاط يعني بصوا وشايفين يعني يعني اللابة دي رمى الشوطة والضرب خد رمية إضافية لصوت المطشي كده وارجع لحضراتك وتاني تاني الفرقة اللي تأهلت في دوري الان بي كان لوس انجلوس ليكرز كسب بليزرز أربعة واحد في مجمع المباراة آخر المباراة كانت نتيجتها 131-122 طبعا ليكرز بيضم أفضل لعب في العالم اللي هو لبرون جيمس لعب رقمتاتها وعشرين هتشوفوه دلوقت في الفيديو وديفيدز أو أنتوني ديفيدز اللي هو لعب الارتكاز لقم ثلاثة الاتنين دول أهم اتنين لعب أنتوني ديفيدز طبعا برضو نفس الكلام زي ما انتوا شايفين البداية دي كانت بداية حزينة نتيجة طبعا جاكوب بليك المواطن الأمريكي اللي لقى مصرعه عند القبض عليه فطبعا هم اعتبروها يعني هي جريمة عنصرية أو حادث عنصري ده لبرون جيمس دبابة دبابة أو يعني دبابة بشرية قاطرة بشرية جيمس حط 36 بونت وأنتوني ديفيدز حط 43 بونت اللي كرز هما الاتنين فرقة واحدة وسي جي مكلوم حط اللي هم الفريق الثاني من الفريق بليزرز حط 36 نقطة بس ما كنوش هو ده سي جي مكلوم بالزبط يعني عايز اقول لكم 43 نقطة أنتوني ديفيدز من اللي كرز مع لبرون جيمس 36 نقطة احنا دخلين في حاجة و70 نقطة قربة 80 بونت تخيلوا اتنين لعب ده لبرون جيمس وأنتوني ديفيدز اللاعب اللي تحت الحلقة أنا بقول لكم يعني 80 بونت طب انت بتلعب ايه وبتعمل ايه طبعا الموضوع الصعب ده جرين اللي أخد الكرة وقطعها وحط دونك ده اللاعب جرين لاعب لوش آنجلوس خلينا اسمع مع حضراتكم صوت الملعب واجواؤه وارجع لكم تاني اشتاوي يا جزيز لهم يسوني اشتاوي اللي داوز عملي طبعا ويعني برضو زي ما قلت لحضراتكم الحدث اللي حصل ده يعني انعكس على كرة السلم كحنا شايفين بداية كل مباراة زي ما بيكونوا بيعني في حزن في الأداء اللاعبين الوقفة اللي بيقفوها نوع من أنواع التأييد أو دعم أو ان هما يقفوا ضد يعني طبعا تمييز ضد البشرة الصمراء والحقيقة برضو لبرون جيمس أحد اللاعبين الكبار جدا دلوقتي في الان بيه ولعيب مسموع يعني لعيب حسه مسموع بأن لبرون جيمس كان في مؤتمر صحفي وقال مقاطعة المنافسات فرصة للتفكير في مشكلات التمييز العنصري وقال ان يعني وقف المباراة اليومين زي ما قلت لحضراتكم بسبوء الفائد كان بمثابة فرصة لتفكر الناس في مشكلات التمييز العنصري وزي ما قلنا لحضراتكم من المباراة بتقام في كامب مقفول في أورلاندو بولاية فلوريدا وقالوا لبرون جيمس قالوا أننا طبعا بندور على طبعا عايزين نخلص من هذا المعاشكر بأننا شهر محبوشين خلينا طب نسمع هو قال إيه وارجع لحضراتكم شايفين يعني ده المؤتمر الصحفي عنده قدرة في هذي الأحداث ازاي يزحك الناس أنا عايز أقول لكم لبرون جيمس ده وصل لنقطته السبع تلاف في البلي اوفس يمكن الرعب رقم واحد في التاريخ اللاعب ده أصبح من أكبر اللاعبين مش دلوقتي على مدار تاريخ كورت السلة يمكن عدى في أرقامه الأسطورة مايكل جونت خلينا روح مع حضراتكم للتنس الأرضي طبعا إحنا كنا بنغطي على الفترة اللي فاتت بطولة طبعا وسترن عند تازرنز البطولة اللي بتتلعب في أمريكا البطولة دي لها اسمين الحقيقة البطولة طبعا كليها أدوار متعدية طبعا ده نوفاك اللاعب المشهور اللاعب الكبير جدا نوفاك جوكوفيتش اللاعب ده طبعا لعب سربي من أفضل لعب العالم طبعا داخل لبس الكمامة طبعا فاز قبل النهائي على اللاعب الأسباني روبرتو اللي قدام حضراتكم فاز تلقى 2-1 في المجموعات وتأهل المبرانة النهائية عشان يلاعب ميلوش خلينا اسمع صوت البطولة طبعا أوديو فيديو وأرجع لحضراتكم 4-0 جوكوفيتش طبعا نوفاك أحد أساطير دلوقتي طبعا التينيس الأرضي مع نادال طبعا عايز أقول لكم المبرانات دي لما بتتزاع ملايين ملايين الملايين بيشاهدوها أنا كنت زمان حتى وأنا صغير لما كنت بتزاع على قنوات التلفزيون المصر طيب الطرف التاني في المبرانة النهائية ميلوش اللاعب الكندي اللاعب الكندي ميلوش فاز بنتيجة 2-0 طبعا على استيفانوس اللاعب اليوناني خلينا شوفوا اللاعطات وارجع لكم اخطئ قدرت جزيكم تحتيش 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 مزيز تادي سيد مزيز تادي مزيز تادي انا بس مش عارف حضراتكم اخدتوا بالكم ولا لا الملعب فاضي مفيش جمهور الحاجة التانية اللعيبها وبتسلم على بعض بعض المباراة مسلموش بأيديهم سلموا بالمدارد وطبعا ده حاجات احنا ما كناش يعني لو بنحلم ان الاجراءات دي تحصل في الرياضة الحقيقة ما كانش في دماغنا خالص ربنا يكرم ان شاء الله والازمة دي تعدي على خير وطبعا يتم احتواء هذا المرض يعني طيب في السيدات حصل حاجة غريبة في هذه البطولة اللي هي طبعا زي ما قلنا وسترن اند تازرن اللي هي ليها اسمين ازارينك اللاعبة اللاعبة بلا روسيا طلقت فاينل مع اللاعبة نعومي وساكا لعبة اليابان اللي هي الصمرة اليابان هي صمرة شوية الحقيقة نعومي انسحبت فكاد حاجة ظريف نعومي دي انسحبت من المباراة النهائية وطبعا عندها اربطة فروكبية طب انسحبت ليه هي بالرغم انها تشارك في بطولة امريكا المفتوحة اللي جاية هي انسحبت عشان تفضل ان هي تبقى جهزة للبطولة اللي جاية هي خافة تلعب المباراة دي تكسب او تخسر بس بتلعبش اللي بعديها انا عايز اقول لكم ان اللاعب المضرب بيبقى ليها حسابات شوية غير الالعاب الجامعية خلينا اتفرج على اللقاطات وارجعلكم يمكن ظهرت هنا اكتر شوية السلام بالمضارب طيب هنروح على سبقات فورملاوان السبقات فورملاوان الحقيقة من السبقات اللي بتشاهد طبعا اقبال كبير ومتابع عالمية فيه سبق دلوقتي الجهزة الكبرى في بلجيكا من احد السبقات الكبرى في الفورملاوان اللاعب البلجيكي فيرستابين ده لعب بلجيكي من المصنفين العالمية ده بيلعب في فريق ريدبول فيه احزام حقولنا في البطولات الاولية طبعا لنعايز اوليكو اللقاطات دي علق عليها شايفين العربية بتتجمع يعني ده فريق الصيانة بتاع اي فريق زي ريدبول زي رينو زي الفرق الموجودة فرياري المرسيديس كل الشركات الكبيرة موجودة العربية اللي انتو شايفينها دي ممكن تتفك شايفين النار اللي طلعت من العربية من ورا دي عطل في العربية هتشوفوا بعد شوية اللي حصل في العربية يمكن مش هتبان دلوقتي هتبان بعد شوية بيحصل اعطال شايفين النار اللي طلعت دي برضو بيبقى فيها عطل بيخش في خمسين ثانية دقيقة بيكون الفريق الهندسي كله غير له العطل اللي موجود شايف خرج برا السباق وبيروح يجري على الفريق الصيانة بتاعه فريستابين فريستابين حقق احسن زمن في الادوار التجربية اللي في الاولى انتعارفين زي ما قلنا حضراتكم بيقى فيه سباقات بيعملها الواحد وفي الحلبة بيجيب بيها رقم لان العربيات بتخش في السباق النهائي بترتيب معين عربية ورا التانية ورا التالتة ورابعة على حسب ترتيبك ده على حسب الادوار اللي انت او الوقت اللي انت بتحققه في الادوار اللي هي التجربية اللي في الاول ده طبعا العربية تفراري طبعا حصل عطل زي ما انتو شايفين بيمشي بالعربية كده ممنوع الصيانة تروح له هو لازم يتحرك بالعربية لغاية ما يروح للصيانة وتبتدي يحصل تجميع وتفكيك في ثواني عايز اقول لكم انه الثانية محسوبة يعني بتخش بيتحاسب الفريق الصيانة اتأخر ثانية زي ما انتم شايفين اهو دخل في الفريق الصيانة كل واحد عارف دوله كل واحد راح في العربية على مكانه الحقيقة علم تاني وتكنولوجيا جديدة وعايز اقول لكم ان بيحصل اهي دي اللي انا قلتلكو عليها العربية اه حصل فيها عطل جديد والعربية هاي زي ما انتم شايفين راح على الصيانة الموضوع ما بقاش مجرد سابقات عربات بتجري لا ده بقى فكر لدرجة ان الاسرار دي بقى الشركات بتخبيه على بعض طبعا زي ما انتم شايفين الطارة بتاعت السائق فيها مش بس بنزين وفرام اللي ده فيها برامتر زي كتير جدا ده فريق فرياري زي ما حضركم شايفين بيحصل تجميع للعربيات برامتر زي كتير جدا بتهم السائقين ما بقاش الموضوع وبقى الموضوع معقد جدا طيب خلينا نروح ليه طبعا سبقات الجي بي او موتو جي بي زي وانا سبقات الموتسيكليات تبقى تلتة كاتيجوري في موتو جي بي في موتو وان موتو تو الموتو جي بي طبعا كان عندنا الروسي ارتم لاجوتا هو طبعا احسن او احسن رقم او احسن زمن في سبق الجائزة الكبرى البطولة دي كانت يوم الجمعة اللي فاتت وكانت في بولندا واحتل طبعا ارتم لاجوتا الروسي احتل المركز الاول خلينا شوف اللقطات دي مع حضراتكم ونستمتع بيها وارجعلكم تاني اشتركوا في القناة زي ما حضراتكم شايفين يمكن يعني حادثة بتطلعك برا السبق خالص صورة عالية جدا مع كنترول جامد مع تدريب عالي الحقيقة بتبقى ممتعة جدا متابعة هذه السبقات في خبر الحقيقة برضو شفناه مهم جدا نحن نجيبه لحضراتكم طبعا تعرفين ان توكيو الاودارة الامبية هتتنظم في توكيو 2021 الحقيقة اللي كان متبني هذا الحدث كان رئيس وزراء اليابان شينزو ابي شينزو ابي رئيس الوزراء الياباني للأسف استقال طبعا هو اللي واقف في الاستاند ده هو استقال نتيجة ظروف صحية وطبعا امبارح شفنا طبعا السيد الرئيس عفتاح سيسي امبارح الحقيقة بيتمنى له الشفاء العاجل لانه من احد الناس اللي كان لها دور كبير وكان من يعني قاعد فترة طويلة كرئيس وزراء اليابان هو تعهد امبارح في مؤتمر صحفي وقال ان بالرغم من استقالته الامبياد تقيف معادها وهتقام على الشكل الذي يعني يجب ان يكون وقال انه يعني بيشعر يعني من وجود يعني بالرغم انه هو حس بعض التحسن في العلاج ولكنه اثر انه يقدم استقالته للظروف الصحية طيب نروح للخبر اللي بعد كده الحقيقة الخبر اللي بعد كده خبر انساني اول فيه سباحة يابنية اسمها طبعا ايكي سباحة يابنية دي خدت خمس مادليات اولمبية في دورة الولمبيات للشباب من سنتين وهي هدي السباحة دي وكانت مرشحة لمادليا اولمبية في توكيو 2020 السباحة دي للأسف حصل لها او جالها مرض السرطان الدم خلينا اقول لحضراتكم يعني تخيلوا كده اللاعبة بتستعد للبطولة واخد خمس بطولات العالم كل منتصدق عن دي اهلها قاعدين او زمالتها واسرتها قاعدين بيتعبوها طبعا رجعت من شهر فبراير جالها سرطان الدم في شهر فبراير رجعت تاني بتحسنت رجعت عامة ميت متر فراشة داخل البطولة اللي هي طبعا بنشوف منها لقطات اللي حضراتكم شايفينها دي الحقيقة وحققت في البطولة دي رقم اقل من الرقم بتاعها يعني هي بتحقق مفروض 24 سنة حققت 26 سنة طبعا كل التحقق والتقدير الحقيقة ان حد يتغلب على هذا المرض ويرجع يبقى حريصه ان يبقى على منصات التتويج او يشارك في سبقات ويحاول يصارع هذا المرض اللعين الحقيقة دي قصة انسانية يعني مش ناس كتير جدا تقدر تعرفها اللي اذا كنا ما جمداشت لحضراتكم الخبر ده خلينا اقول لحضراتكم انه هي مش بتلعب على توكيو 2021 يعني الاسف المرض اللعين مش هيمكنها ان هي تقدر تاخد مديلة في 2021 ولكن هي بتلعب على 20-24 طبعا الرياضة امور انسانية جدا وهي جزء من الحياة وبيمر باللعب امور في حياته يتغلب بيها ويجعل الاحسن طيب خلينا اطلع لفاصل مع حضراتكم عشان طبعا ارجع واستقبل ضيفي على الكابتن حمدي الصافي نجم النادي الاهلي الصادق في كرة الطائرة وايضا المدير الفني بفريق كرة الطائرة سيدات واللي حصل على بطولة او حسب بطولة الدوري منذ يومين اطلع لفاصل وارجع لحضراتكم اهلا بحضراتكم من جديد طبعا في البداية برحب بضيفي احد اساطير الكرة الطائرة في النادي الاهلي بل في مصر كلها والمدير الفني لفريق الكرة الطائرة سيدات واللي حصل على بطولة الدوري العام او حسب بطولة الدوري العام منذ يومين اهلا بك يا كابتن ازا كابتن هيسا ازا حضرتك منورنا ومنور قناة النادي جاي الله يخليك انا مبسوط طبعا ان انا موجود في قناة الاهلي بعد التطوير الكبير اللي انا شايفه ده حاجة الحقيقة عظمة جدا وببارك لك طبعا على عودتك مرة اخرى وان انت منور قناة الاهلي طبعا في البينامج الجديد ربنا يا كابتن وده طبعا بيتكو وقالت النادي الاهلي حضرتك عارف انها جزء لا يتجزأ من النادي الاهلي وحضرتك طالما يعني شرفتنا وكونا مستمتع بحضرتك طيب كابتن حمدي احنا عملنا كده يعني في او لحضرتك كده عن يعني انجازاتك وعن دورك الكبير جدا ومشوارك في الكرة الطائرة طب تحب نشوفه نجعل حضرتك تاني تمام عزائي مشاهدين نروح للتقرير عن كابتن حمدي الصافي وارجع لحضرتكم تاني حمدي الصافي تاريخ زاخر بالبطولات والانجازات لاعبا ومدربا هو احد ابرز لاعبي مصر على مدار تاريخها في رياضة الكرة الطائرة واحد نجوم العصر الذهبي لفريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الاهلي السد العالي او قاعدة الصواريخ او الهرم الرابع القاب عديدة اطلقها محب حمدي الصافي عليه هو من مواليد الثالث عشر من ابريل عام 1972 بالاسكندرية بدأ ممارسة الكرة الطائرة في الثانية عشرة من عمره في دور المدارس قبل ان يضمه نادي اسموح السكندري عن طريق اسامة محرم قبل ان ينضم لصفوف المارد الاحمر عام 90 وبعدها نجح حمدي الصافي في حفر اسمه باحرف من ذهب في سجلات كافة الالعاب الرياضية بعد ان بات اكثر رياضي في تاريخ رياضة المصرية تحقيقا للبطولات حيث حقق اسطورة الكرة الطائرة المصرية العديد من البطولات خلال مشواره كلاعب وكمدير فني جاءت بطولات الصافي كلاعب في صفوف الشياطين الحمر كالآتي ثلاثة عشر لقبا للدور الممتاز بجانب اثني عشر لقبا لبطولة كأس مصر فضلا عن تحقيق سبعة ألقاب من مسابقة بطولة افريقيا للأندية أبطال الدوري وخمسة ألقاب من مسابقة بطولة أبطال إفريقيا للأندية أبطال الكأس إضافة إلى خمسة ألقاب للبطولة العربية كما حقق لقب دور أبطال أسيا عندما كان محترفا بأحد الأندية هناك واستطاع الصافي الفوز مع المنتخب الوطني بثلاثة ألقاب لبطولة الأمم الإفريقية وبطولة عربية ودورتين للألعاب الإفريقية وذهبية بطولة ألعاب البحر المتوسط في ألميريا بإسبانيا عام 2005 كما شارك في دورتين للأولمبياد في سيدني عام 2000 وبكين 2008 كما شارك في ثلاث بطولات لكأس العالم أعوام 95 و2003 و2007 ومثلهم لبطولة العالم أعوام 98 و2002 و2006 وحصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى عام 2008 ثم اعتزل في عام 2010 وقاد سيدات طائرة الأهل للتحليق في سماء مصر والعرب وإفريقيا بعدما حصد الدور الممتاز خلال ستة أعوام متتالية وخمس بطولات لكأس مصر وأربع بطولات لبطولة إفريقيا للأندية الطال الدوري وبطولتين للأندية العربية ويأمل الصافي في التتويج بكافة البطولات رفقة فتيات الذهب خلال الأعوام المقبلة بعدما رسخ داخل أذهان الجماهير الأهلوية أن الفريق لا يعرف معنى سوى الفوز ومنصات التتويج أهلا بحضراتكم من جديد كابت الحمدي يمكن الهرم الرابع دي ما جاتش من فراغ بطولات وألقاب بس أكيد في حاجة أو يعني محطة في مشوارك أنت بتعتزي بيها جدا كلاعب أو كمدار؟ لا كلاعب حلال هاللوقتي كلاعب هو كلاعب الحقيقة يعتبر أغلب طولة بالنسبة للعصر الحديث في الكرة الطيرة هو بطولة البحر الأبض المتوسط يعني كان بطولة قوية جدا وبعدها حصل نقلة في الكرة الطيرة كمان إحنا قربنا أول للمستوى العالمي أنا فاكر كسبنا أسبانيا في أسبانيا كسبنا أسبانيا في أسبانيا 3-2 في نهاية البطولة وكان أمور عظيم جدا وكبير جدا حضر المطش بالإضافة لأن أسبانيا في الوقت ده كانت بتلعب في الفاينال فور بتاع بطولة أوروبا وخامس عالم فكان فريق قوي جدا وكان كامل ما كانش نعصه حد فالحقيقة البطولة دي كانت نقلة للكرة الطيرة المصرية بعدها ابتدى بقى الدور العالمي والمشاركات والبطولات العالم والبطولة اللي هي الجائزة الكبرى بتاعت الكرة الطيرة الأوظماء الستة كل ده المشاركات دي كلها ظهرت بعد المحافظة وطبعا يا كابتل خلينا أقول لك برضو أنه أنت حملت يعني في اسلوب لعبك عملت يعني طفرة معينة عملت شكل معين للاعب الكرة الطائرة وده كان داعي لاحترافك يعني أنت احترافت بالخارج برضو عايزين نتكلم عن رائحة احترافك ليه لأنه الحقيقة دايما الجمهور يقول لك لأ لعب ولعب محلي لأ أنت كنت لعب علامي كمان فاحترافت في روسيا وروسيا دي من أكبر دورهات في العالم كلمنا عن التبروبة دي كابت الحقيقة طبعا هو عملية في الفترة بتاعتي اللعبة بتاعتي كان موضوع الاحتراف ده صعب شوي يعني الان ده كانت متمسكة بينا وما كانش فيه حتة اللي خلص عقده ويقدر يمشي وكده فكان عملية الاحتراف كانت بتتم إعراض سنوية للخارج حسب بقى ما ييجي عقد يعني مميز ليك وللنادي فالحقيقة كان جات لي فترة في السعودية احترافت فترة في السعودية وبعدها احترافت فترة طبعا في الدور الروسي بعد بطولة العالم في 2003 تقلقت فيها وأحرصت تالت بيستو سكورر على البطولة فالحقيقة جاء لي العقد دوته وكان مميز جدا والنادي الاهلي وافق بالرغم كان محتاجني جدا في الفترة دي ولكن تقديرا الجهود مع الفريق وتاريخي مع النادي الاهلي الحقيقة النادي وافق جدا أنه نطلع التجربة دي خاصة أن هي في دوري قوي جدا يعتبر هو الدوري الإيطالي من أقوى الدوريات في العالم يعني الحمد لله يعني روحت وقبلت بلاء حسنا واستفدت جدا من التجربة حتى يعني كل الخبرة كان بتقول ساعتها كان عمري تقريبا ساعتها 34 35 كان يعني فكان كله متوقع أن أنا هبطل في ظرف سنة سنتين لا التجربة ديت ساهمت أن أنا كمل أكتر من ست سبع سنين بعده خلي بالك يا كابتن أنت يعني قاليت سقف طموحات اللاعبين أكيد طبعا يعني أنت خليت اللاعبين حتى تفكر من بعدك في الاحتراف أن لا أنا أقدر وليه ما روحش فالحقيقة دي كانت خطوة مهمة جدا أنا كنت شايف أنه احتراف لعب طائرة في الدوري الروسي ده كانت حدث مهم جدا طب خلينا ننتقل بقى للمحطة اللي حداك فيها دلوقتي وكمدير فني لفريق طبعا السيدات حداك حصلت على الدوري أو يعني حسامت ومنزومين بصص زي للدوري ده برغم يعني كل المدربين اللي قاعدوا معنا قالوا إن الدوري ده دوري استثنائي شايفوا إزاي كده لا هو دوري صعب جدا أنت يعني إحنا مرينا كلنا وكل المدربين الحقيقة الظروف اللي مروا بيها الموسم ده بذات عمرهم ما هينسوها وأعتقد إن هي ديتهم خبرات عالية جدا إن أنت تقعد اللعبة بتاعتك تقعد أربعة شهر في البيت أكتر كمان من أربعة شهر في البيت وترجع مطلوب منك في ظرف شهر إن أنت تجهز اللعبة دي عشان تلعب مباراة نهائية فالحقيقة موضوع صعب جدا وكان فيه يعني درجة صوبة عالية على كل المدربين ولكن الحمد لله بخبرات بتاعتنا وروح اللعبة وإسرارهم أدارنا الحمد لله إن إحنا نجهز اللعبة على قد ما نقدر بنسبة كبيرة جدا يعني الحمد لله رجعنا لمستوانا البدني والفني أنا مش حادر أقولك إن إحنا رجعنا 100% ولكن رجعنا بدرجة كبيرة اللي هي تخلينا نحسم الفترة دي والبطولات اللي موجودة في الفترة وكان آخر مباراة كانت مع أصحاب الجياد وفزنا فيها 3-0 يعني كانت قبلها كان فيه المحطة القوية معنات سبورتنج 3-1 أنا سبورتنج من أندية طبعا المنافسين بتوعنا في الكرة الطائرة أحرز تاني البطولة العربية لعب في النهائي البطولة العربية فطبعا الحمد لله يعني إن إحنا قدرنا نحسم قبل نهاية المشوار بجولتين عندنا لسه مباراة اليوبلس وعندنا مباراة الزمالك بغض النظر إن إحنا حسننا طبعا مباراة الزمالك دي بطولة خاصة طبعا طبعا أكيد بس خلينا نرجع للمباراة طبعا أصحاب الجياد لأن دي كانت مباراة الحسم طبعا إحنا صورنا تقرير مع الفرقة طمام إحنا عملنا تقرير صوتي طبعا عن البطولة والفز بيها وكوالسها طب نشوف التقير وعلى حدث كثير فتيات الذهب وحكاية ربع قرن من السيطرة على بطولات الكرة الطائرة المصرية توج الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة حمد الصافي المدير الفني بلقب الدول الممتاز عقب فوزه على نظيره أصحاب الجياد بثلاثة أشواط نظيفة خلال المباراة التي أقيمت بينهما على صالة الشهداء بمقر الأهلي بالجزيرة وكانت نتيجة الأشواط خمسة وعشرين خمسة عشر خمسة وعشرين سبعة عشر خمسة وعشرين أربعة عشر ليحافظ المارد الأحمر على صدارته للمسابقة برصيد ستين نقطة من عشرين مباراة محققا العلامة الكاملة الأهلي خلال مسيرته للفوز باللقب نجح في الفوز على كل منافسيه ذهابا وإيابا واتبقى له مبارتان أمام هليوبلس والزمالك على أن يكون تسليم ميداليات التتويج بالبطولة في مباراة الزمالك الختامية سيطرة سيدات طائرة الأهلي على لقب بطولة الدوري يأتي للموسم الخامس والعشرين على التوالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق في تاريخ الألعاب الجماعية يحدث لما يزيد على ربع قرن من الزمان وبذلك ينجح فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي في حصد لقب الدوري للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه معززا رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب وأضافت كتيبة سيدات الكرة الطائرة سطرا جديدا في كتاب المجد بعدما واصل الفريق هيمنته على كافة الألقاب والبطولات ليست المحلية فحسب فهن أيضا بطلات إفريقيا وصاحبات إنجازات رائعة على الصعيد القاري فالنسل الأهلوي هو البطل التاريخي لبطولة إفريقيا للأندية بعدما نجح في تحقيق لقب البطولة العام الماضي مخققا اللقب العاشر في تاريخ مشاركاته كأكثر الأنديات تحقيقا للقب وبفارق كبير عن أقرب ملاحقي مثل الشياطين الحمر في البطولة إثنتان وعشرون لاعب وهن شروق فؤاد دانا شوقي سهيلة وفيق آية الشامي مايا مبدوح رانا الجهري مروى مجدي فريد العسقلاني مريم متولي مي غزال آيات ياسين ميار خليفة ندا وليد مريم مصطفى ملك مرجان مريم الصغير نهلا سامح صارة أمين دعاء الغباشي رحمة حسن سلمة سعد وفريد الحناوي موسيقى أهلا بحضراتكم الجديد يعني رحنا للتقرير الصوت رجعنا أخذنا بطولة بس في الثلاثين سانية دول نعم بكاد بجادة مش بهزر شباب الطائرة تحت ساعتاشر سنة بكادة كابت الحسام شعراوي فازوا بطولة الجمهورية حالا بعد ما فازوا على سموحة في المبراءة اللي كانت بتقام دلوقتي وإحنا بطلعين البرنامج هذه الكاس التامن رحنا فاصل ورجعنا كاس تامن دخل النادي الأهلي خليكم بس سعدوا معنا عشان إن شاء الله كووس الفترة الجاية هتزيد بشكل كبير لأن المنافسات في آخرها إن شاء الله كابتن يعني يمكن مشوار مع الدوري ربع قرن من الزمان احتقار بطولة الدوري العام للسيدات رقم كبير ورقم يخدوا عدد سيدي متتالية وده ما جاش من فراجة نتيجة تعاقب أجير التعليق على ده يا كابتن لا طبعا الكرة الطائرة في النادي الأهلي متأصلة يعني سيدات ورجال معرفين إنهم تاريخ كبير في تاريخ البطولات خاصة طبعا في البطولات المحلية بالإضافة طبعا للمشاركات العربية والأفريقية ده أكيد بس في المحلية يعني الكرة الطائرة مسيطرة شوية 25 سنة ماشاء الله 25 سنة اعتقد إن إحنا مرة يعني زمان خسرنا بطولة كده عشان الإداري ما رحش بالكرنيات ده تقريبا البطولة الوحيدة ده الحاجة الوحيدة البطولة الوحيدة اللي خسرها نادي الأهلي في الربع قرن الأخير خت كان بطولة من 25 دولة كده أنا بالنسبة لي في الدوري ده الموسم السادس ليه شاء الله يعني تقريبا ده تقريبا يعني نقول يعني نقول الرابع تقريبا ما شاء الله خمسة وعشرين في المية يعني اه ودي طيب لقطات يا كابتن على الفكرة من مباراة الجياد ده حالك نشوفها معنا دلوقتي ودي لقطات منها كانت أسناء المباراة كانت كاملة الأبطال هناك لأنه كان مباراة الحاسم وكنا معاكم في في البطولة يمكن كان الأهم كمان من جياد يا كابتن كان بتهلي ماتش سبورتنج حالك قلت لقبليه المنافس المباشر بتاعنا هو والزمالك فكان فوزنا على سبورتنج ينهي المنافسة تماما لأن الزمالك وسبورتنج كل فريق كان خسران ثلاث مباراة ففوزنا عليهم كان انتهى الموضوع انتهى بالنسبانا طبا كابتن انت برضو يعني في أحد اللقاءات ما حاضرتك قلتنا أن التحدي الكبير بيكون مع نفسنا احنا مش مع الخصوة لما بتوصل لمرحلة بطولات 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 بيحصل نوع من الملأ حتى قلت لي انا بتغلب بطريقة معينة ان انا اتحدى نفسي نسمع تاني من حضرتك الكلام ده لو حد ما سمعوش منه قبل كده. والله بص هو موضوع ان انت بتلعب والناس عارفة ان انت لازم تكسب او متعودة ان انت تكسب ده موضوع صعب جدا يعني. صحيح. اه يعني انت خلوة ما بدي ماكش حال غير المكسب. الناس يعني كل ما تفتح الاهل يحرص بطولة في الكرة الطائرة سيدات او الرجال. فالموضوع بيبقى صعب جدا خلي خاصة ان اللاعبة من كتر البطولات اكيد بيحصل تشبع. طبعا. فاحنا بنحاول ان احنا نوجد منافسة بين اللاعبات يعني اقولك يعني بامانة يعني انا من ست سنين لما مساكت الفرقة كان اللاعبة تتعدى على الصابع اللي هم يعني مميزين. دلوقتي الحمدل اللي احنا عندنا الفرقة زم سمعت الاسماء اتنين وعشرين اه لعب ولعبة شاركوا في الدوري. فده عدد كبير جدا مفيش نادي في الدوري او في مصر قادر انه نخلي اتنين وعشرين لعبة من ضمنهم طبعا الناشاة ان هما يشاركوا في الدوري اقصى حاجة اقصى نادي بيشارك اربعتاش اللاعب. صحيح صحيح. فان انت توجد منافسة بين اتنين وعشرين لعبة. وفي كل مركز الحمدلله موجود اربعة وخمسة والمستويات قريبة جدا من بعض. اه لعبة الناشئين ابتدوا ياخدوا خبرات من لعبة الكبار بتوعنا. فهو ده اللي انا بحاول اعمله اعمل اعمل منافسة بين اللاعبة ومنافسة شريفة في ظل الالتزام اه بالمبادئ بتاعتنا والقيم بتاعة النادي الاهلي دي احاجة مهمة جدا ان احنا عندنا الكل واحد اه لعيب او فرد من اه من افراد الجهاز الفني عارف دوره. صحيح. التزام نمرة واحد. دي اهم حاجة عندنا الالتزام وبعد كده بنبص بقى للنحية الفنية. في مبادئ وقيم النادي الاهلي ما بيخرجش منها. اكي طبعا. الحقيقة لازم اطلع فاصل وحضراتكم ونرجع تاني عشان نستكمل حوار للشيط مع كابتن النادي الاهلي وطبعا اسطورة والهرم الرابع في الكرة الطائرة كابتن حمدي الصافي. نطلع لفاصل ورجع لحضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد بنكمل حوارنا مع الكابتن حمدي الصافي. كابتن يمكن كان فيه بطولة من ثلاث سنين افتا اتذكر كانت البطولة البطولة الافراقية في تولس. تمام. وخسرناها وكنت وكلمنا حضرتك من هنا واتصلنا بيك. وحضرتك انا فاكر كويس اقولت لنا معدنا كمان سنة. فاكر المكالمة دي. ايه فكرني بالمكالمة دي والوعد اللي قطعته على نفسك. وازاي نفسته بعد سنة وبدلت فاكره. الحقيقة البطولة ديت من البطولات الواحد ما انساش ابدا لان احنا كنا مرشح قوي جدا ومرشح اول البطولة. ولكن بعض الاخطاء طبعا وبعد الثقة ازاي ده عن الحد طبعا كتر البطولات اه بتخلي فيه سيقة زيادة. كنا راحين فعلا ان احنا نجيب البطولة ونرجع. بدون كلام. دي كانت كامكة بتال الفين وتومنتاشر. سبعتاشر. 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 اه. سيقة زايدة وبعض الاخطاء طبعا ضيعت مننا البطولة. اه انا يعني اتكلمنا مع اللعبات واجتماعنا وقولنا ان اه ان احنا درس ده لازم نتعلمه. عندنا اه سنة كاملة لازم نشتغل فيها بجد جدا. البطولة السنة الجاية ممكن تبقى في ارضنا ولازم نفرح جمهورنا ونعواده. الحمد لله الناس كلها تعهدت. وفعلا اللعبة ما استريحتش المسم ده خالص. قال لما احرزه اللقب كان في صلط النادي الاهلي في الفين وتومنتاشر وكان نهي قوي جدا على كرتاج التونسي. وحددك انا فاكر في المكالمة قلتلي اه كابتن احنا معادنا كمان سبع. انا الكلمة بصراحة هزتني. المنت اواخد عهد على نفسك ومش هتنساه. والبطولة دي راحت منها رجعها. فده لو بيدل بيدل على شخصية النادي الاهلي. تمام. يعني لما تبقى كابت النادي الاهلي ده عبء كبير. ما بالك بتنقله ازاي بقى كمدرب للبنات معاك. بتنقله ازاي. بس هما البنات الحقيقة اللاعبات بتوعنا بتوعنا النادي الاهلي يعني شاربين نروح الاهلي. بامانة يعني. صحيح. هما يعني عاوزين بس حد ينظم لهم الدنيا. حد يزبط لهم التدريبات. حد يزبط لهم فنيا. اه انما هما لما بيخشوا في موض البطولات الحقيقة يعني حطهم على التراك. خلاص. وزبط لهم الدنيا هما بيشتغلوا اوتوماتيك. ما شاء الله. فعلا يعني. طبعا مع الشغل بتاعنا الفني طبعا والبدني والتاكتك والهاجات دي بس هما فعلا نروحهم عالية جدا. اه انا في خلال الست سنين اللي ضربتهم فيها كنت شغال على العامل النفسي بدرجة كبيرة جدا. اه حتى لما كان بيبقى في كباوات كنا بنشتغل بدرجة كبيرة على العامل النفسي ده كان بيجيب نتيجة كويسة جدا معهم. وفي نفس الوقت العامل الفني والبدني ده احنا ما عندناش مشكلة. لعب النادي الاهلي متعود على الالتزام بتاعه. بيجي في معادة تمرينه. بيتمرن كويس. وهو متعودين على تمرين قوي. ما عنديش مشكلة فيه. انما كنت بركز قوي وبزود في الحتة النفسية دي بالذات في الكباوات. يمكن ده زهر يا كابتن في التقرير اللي احنا سجلناه. احنا سجلنا تقرير يمكن بعد آآ مباراة اصحاب الجاد وحاسم الطولة الدوري مع البنات. خلينا نشوف التقرير ده مع حضرتك. نرجع زي مشاهدين. نشوف تقرير سجلناه بعد بطولة او مباراة اصحاب الجاد اللي حسن فيها الدوري مع اللاعبات. نشوف التقرير ورجع لحضرتك كتير. الصعبات طبعا احنا في فترة الكورونا اللي احنا كنا قاعدين هدية وبعد ما نزلنا كانت اول اسبوعين تقريبا كلنا ما كناش قادرين بدانيا خالص. وبعدين اول مطشي لنا كانت سبورتنج وده كان اقوى تقريبا من اقوى مطشوط في الدوري. فالحمدلله انه عرفنا نعديه وبس ده كان اصحاب الحاجات لحد الوقت يعني هو طبعا ببشعور حلو قوي ببراوحة لنا ان احنا بنحسم الدوري من بدري فالمطشوط القوية في الاخر ببرايحينا طبعا احنا حاسمي الدوري قطبع لازم نكسب بس ببا في راحة احنا خلاص كذبانين يعني فالمطشوط بالنزمة تبقى اسهل لنا يعني الحمدلله. اهنا الحمدلله كل ماتشاتنا كنا الحمد لله بنكسبها كان فيه ماتشات بتبقى صعبة شوية بس الحمد لله بنقدر نرجع على الماتش تاني ونحسم الماتش يعني والحمد لله طبعا نحن نحسم بدري الدوري بدري ده حاجة كويسة لنا وإن شاء الله بقى فضلنا الكيس بطولة جامدة برضو عندنا ماتشات جامدة يعني إن شاء الله يبقى دوري الكيس إن شاء الله طبعا بعد التوقف اللي حصل ده إحنا طبعا كنا راجعين كلنا تعبنين طبعا وهي أصعب حتة كانت اللي هي نبدأ نرجع تاني نتمرن تاني بانتظام ونرجع تاني نحافظ على اليوكو بتاعتنا وإن إحنا نرجع تاني نلعب يعني فوليبا أو بعد غيابة أربعة شهور إحنا عمرنا ما عادنا في المدة دي كلها خالص بس يعني فدي كات أصعب حاجة طبعا بفضل ربنا طبعا وكابتن حمدي والجهاز قدرنا إن إحنا نبقى قادرين إن إحنا نوصل لمستوى إن إحنا نخلص به الماتشات يعني أو الدوري في الوقت ده يعني بس الحمد لله الحمد لله طبعا السيزون ده كان مختلف شوية عن كل سيزون بسبب التوقف اللي حصل تلاتة شهر ويمكن الفتا دي صعب على أي رياض يعني إنه ينقطع عن التدريبات اليومية ويوجع على المنافسات على طول فالموضوع كان صعب شوية بس الحمد لله كنا قدرين في الفتا اللي إحنا مياحين فيها إن إحنا نقدر يعني نستعيد لركوتنا حتى في التمرنات خفيفة ممكن في البيت أو كده بس وقدرنا الحمد لله نرجع واحدة واحدة قبل ما نستقنف يعني الدوري لعبنا ماتشات ودية ماتشين وديين مع فرقة قوية فقدرنا من خلالها إن إحنا نرجع واحدة واحدة لجو المبارات يعني إن إحنا طبعا يعني نفضل داخلين كل ماتش إن إحنا نقدر نفوز به حتى بعد ما حسامنا الدوري إن إحنا لازم نحافظ للآخر إن إحنا يعني نخلص الدوري وإحنا مش خصانين ولا ماتش يمكن إحنا الحمد لله خصانين بس شوطين في الماتشات كلها فدي طبعا نسبة عالية جدا دي الحمد لله خلتنا نفق عن بقية المنافسين يعني في الدوري إحنا كانت أكتر الصعوبات طبعا فترة الكورونا إن إحنا كنا نتمرن في البيت لوحدنا وإن إحنا لما يعني رجعنا وكده كان فيه صعوبة في الأول بعد الراحة الكبيرة فقدرنا الحمد لله إن إحنا نتغلب على ده واحدة واحدة لحد ما كملنا يعني الموسم وإدرنا نحسام الدوري بدري خمس أو ست جولات وإن شاء الله يعني نكمل على كده أهلا بحضراتكم من جديد كابتن حمد يمكن البنات عارفة بتعمل إيه وحاجة مشرفة جدا بس خليني أسأل حداك سؤال أنت محتاج تدعيمات في الفريق يعني أنت برضو زي ما قلناك كلام أنت بتتحدى نفسك محتاج تدعيمات هل في لعبات أنت شايفهم في مصر تتمنى أن ضماموا من نادي الأهلي؟ بس يا كابتن هيسم ما فيش فريق بيلعب على بطولات كبرى زي بطولة أفريقية والبطولة عربية ما يحتاجش تدعيم صعب جدا لازم أنت بتلعب على أربع بطولات كل سنة فالطبيعي أن أنت محتاج تدعيم لو بصيت أنت أنا في خلال الست السنوات اللي هما مسكت فيهم الفريق عملت أربع تدعيمات بس تمام أربع لعيبة فأنا عندي سياسة أنا والجهاز الفني بتاعي أن أنا بدعم في المكان اللي أنا محتاجه ولازم يكون لعيب قوي وصوبر يعني الحمد لله يجب إضافة آه لازم يبقى إضافة نمرة واحد ببص لقطاع الناشئين بتاعي الناشئات بتاعي لو ما أدرتش ألاقي الخامة أو المكان اللي أنا أعاوزه أبتدي أبص بره واجيب يعني أعتقد أربع صفقات فرق في خلال ست سنين قليل جدا على أي فرقة بتلعب أربع بطولات كل سنة تسبت تسعة وتسعين في المئة مؤتمد على أولاد النات لا دي حاجة أساسية عندي ببص بعد كده لو ما لقيتش في القطاع بتاعي أبص بره حاجة مميزة وهديف لها لازم أجيبها ما أقدرش أقولها لأ لأننا فريق بلعب على أربع بطولات ومنهم بطولات يعني بلعب منتخب تونس كامل وبلعب منتخبات كينيا ومنتخبات الكاميرا لازم يبقى فيه طب كابتن سؤال واضح وصريح عندك مشاكل في فرقة؟ والله بص هي مش مسألة مشاكل أنا قلت لك يا كابتن هيسم إحنا فريق بطولة وسياستي إن أنا يعني في بالذات عدت أبني 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 بحيث إن أنا أوصل لمستوى إن هي بقى عندي في كل مركز أربع خمس لعيبة ليه لأن أنت فريق بطولة بيحصل إصابات صحيح بيحصل ضرب بيحمال زيادة على لعبات بيحصل كل سنة كان بيحصل إصابات ده طبيعي آآ مشاركات كتيرة فلازم يبقى عندك أربع خمس لعيبة كويسين جدا في نفس المركز في نفس المركز بالإضافة للناشئين بتوحهم الناشئات اللي هما بيطلعهم من تحت دول لازم برضو يبقى في كل مركز معك ناشئة أو اتنين شغالين مع الناس الخبار للمستقبل وياخدوا الخبرات منهم لأن أنا مش هشتغل على الفرقة أفرح النهاردة وبكرة وبعد بكرة حتى لو أنا مش ماسك الفرقة أسيبها فاضية ما ينفعش لأ ده من الشغل وبعدين إحنا كابتنا يسمى إحنا معتمدين بالذات في آخر موسمين على شغل الأرقام يعني عندنا جهاز التكني بتاعنا صحيح شغال في كل المباريات بيحلل كل المباريات اللي لينا واللي ضدنا بأرقام كل اللعب بيطلع الأرقام بتاعته علم ده الواحده علم أه طبعا الحسائيات في القرى الطائرة بقت مهمة جدا فبالتالي أنا بيطلع لي كل المباريات أرقام أنا بتعامل بالأرقام ديت وبعرف نقاط الضعف بتاعت كل اللعبة ومين عندها مشكلة في الإرسال مين عندها مشكلة في الاستقبال أنا بحاول أصلح الحاجات دي وبشتغل عليها بس لازم اللعيب يبقى هو عاوز يبقى اللعيب من داخليا هو عاوز يبتدي يصلح المنافسة دي بتعمل شوية آآ يعني ممكن تعمل شوية لما بيبقى العدد كبير وكويس بتعمل شوية أكيد أكيد أه شدة المنافسة بتعمل شوية في الفرق فده موجود دلوقتي وده منافسة حريدة على فكرة الغبطة دي أو ما أنا ما سميهاش طبعا غيره الغبطة دي محمودة آآ طبعا لأن طبعا في الآخر بتنعكس على الفريق أكيد طبعا أنا دلوقتي لما بقول لك أنا عندي اتقال 22 اسم دلوقتي وعندي محترفة لسه ما تقالش اسمها المفروض هتنضم 23 اسم فلما انت يبقى عندك 23 اسم بتختار منهم 24 اسم بتختار منهم 14 بس لكل مباراة بيبقى فيهن عدد كبير برة أكيد طبعا مع عدد الناشئين اللي بيطلع لا هو فيه وفرة الحمد لله في اللعيبة بتاعتنا الصفقات بتاعتنا هنعملها في قدية الحدود والفترة الجاية أنا متوقع يعني في خلال أنا محتاج صفقة واحدة لو جات إن شاء الله بإذن الله مع الناشئين بتوع النادي الأهلي والخبرات اللي موجودة هتكمل إن شاء الله بإذن الله النادي هيسيطر سيطر طب شغال فيهن مش عزين نعرف التفاصيل بس شغال في الصفقة كابتل وكده ولا آآ لسه ما بدأتش من مفاوضات بخصوصة بصوة أنا كان هدفي الفترة اللي فاتت المحترفة لأن أنا كان فيه معلومات إن بطولة أفريقيا ممكن تتعامل قريب فكنا شغالين على المحترفة الحمد لله يعني فيه محترفة هتيجي قريب لنا الصفقة دي ممكن تيجي الموسم ده أو الموسم الجاية يعني مش 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 أولوية لنا أول فترة دي بس ممكن الموسم الجاية طب كابتل إحنا كنا صورنا تقرير مع اللعبات كده واجهوا لك كلمات في التقرير خلينا نشوف التقرير ونرجع لك كمان أجزاء مش هادين نشوف التقرير واجع لحضرك كده كابتل حمدي نشكرك كلنا يعني كل الفرقة على مجهودك معنا وإن إحنا وقت صعب قوي إن إحنا نرجع في وقت قليل كده كابتل ياسر كابتل أيمن كابتل رانيا كل الناس والحمد لله يعني قدرنا نحنا ناخد الدوري وعبالكيس إن شاء الله حضرتك طبعا ليك فضل كبير قوي علي في الدرجة الأولى وبشكرك على كل حاجة عملتها لي وإن شاء الله سنين أكتر مع بعض وبطلات أكتر إن شاء الله طواني كابتل حمدي حضرتك عارف أنا أكيد عايز أقول إيه وكده إحنا بقلنا أكتر من ست سنين مع بعض وأنا بشكر حضرتك على كل المجهود اللي تعبته معي وإن شاء الله يعني بطلات أكتر طبعا شكرا لكابتل حمدي على المجهود اللي حضرتك بتعمله معينا وإن شاء الله يعني نبقى قد المستوى اللي حضرتك بتمرننا عليه إن شاء الله يا رب دايما في انتصاد وربنا يوفقنا على طول إن شاء الله بالبطلات الأفوكية والدوي بالكيس يمكن كابتل حمدي بيبان قد إيه الترابط ما بين الفرقة في اللحظات دي يعني يمكن لما اللعب يوجي لمدربه كلمة بيبان قد إيه اللعب في روح أسري واحد ما بين اللعبين يعني تعالق إيه على الكلام دي يا كابتل طبعا أنا زي ما قلت لك أنا بشكر اللعبات دولة يعني خلال ست سنوات عملنا بطولات كتيرة جدا يعني كفية أربع بطولات أفريقية واتنين بطولة عربية الحقيقة يعني فترة قليلة جدا يعني تاريخ صعب إن هو يتحقق صحيح صحيح ولسه عندهم ده غير المحلي كمان آه لا أنا ما بتكلمش في المحلي المحلي حتى ما باخدينه طبعا لا ما بيتعدش بس لا يتعد انت ما بتعديش بس على بلادي آه أنا بتكلم في الحاجات اللي هي القوية على المستوى القرق أو العربي خلي بالك كابتن انت عندك البطولة عربية زي الأفريقية لأن شمال الأفريقية بيشارك هم هم نفس التلت فرق البطولة عربية المنافسين بيبقوا موجودين في الأفريقية بيزيد عليهم الكاميرون وكانية فبيبقى تعريبا نفس المستوى البطولتين طب كابتن معلش أنا بقطع حداك يعني الصورة دي معلش كلمنا عنها واللحظات دي كلمنا عنها كابتن الها طبعا اللحظات دي ما الواحد ما يقدرش ينساها بطولة قد قوية جدا وبطولة غالية علينا لما الأسطورة كابتن خطيب بيجي يسلمنا الكاس والدكتور عمرو علواني الصورة دي فيها أساطير كتير أهوك الحمد لله يعني الحقيقة الصورة ديت أنا بحتفظ بها طبعا في المكتبة عندي من أهم الصور في المكتبة عندي حاجة جميلة وكان تنظيم رائع والدكتور عمرو علواني والاتحاد المصري كان موجود الحقيقة كان تنظيم رائع من نادي الأهلي على فكرة الدولة الأفريقية كلها بتحب الأهلي ينظم البطولة ديت لأن بيبقوا تنظيم عالي جدا والمستوى الفني بيبقى عالي بيبقى فيه كل الامكانات متوفرة لكل الفرق حتى احنا يعني كنادي أهلي اللي بيتوفر لفرقة الأهلي يتوفر لفرقة التانية نفس المستوى من أدوات التدريب والملاعب والإقامة كل حتى في بعض يعني فعلا الناس حابة أن هي تيجي مصر دايما دايما أبدا مصر دايما أبدا مصر أم الدنيا طب سريعنا يا كابتن يعني سويني قليلة كده طموحاتك الفترة الجاية والله طبعا طموحاتي طبعا أنا إن شاء الله بإذن الله في الفترة القريبة دي نقدر نحسم الكاز بتاعنا ونقفل صفحة الموسم اللي فات ببتدي بقى نفكر في المستقبل بتاعنا مستقبل الفرقة السنة الجاية هيبقى عندنا تحديات كتيرة كابتن عيسى أنا قبل كده قلتلك مش إحنا بس اللي شغالين كل الفرقة شغلة النادي الزمالك عنده اثنين محترفين السنة دي نادي سفورتين كان عنده محترفة كل الفرقة ابتدت تفكر وتشتغل بفكر احترافي فالمنافسة صعبة جدا في الفترة الجاية أشكرا كابتن الحمد الصافي طبعا أسطورة النادي الأهلي نورت وشرفت قناة الأهلي يا كابتن شغلة كابتن عيسى ومزيد من التوفيق وإن شاء الله بطولات كتير 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 إن شاء الله على عديدك يا رب إن شاء الله أعزائي المشاهدين هنا انتهت قصة بطل إن شاء الله الحلقة القادمة هيكون معانا بطل جديد وأخبار جديدة كلكم تهمكم كلكم إن شاء الله استنونا يوم الأربع القادم الساعة تمانية وقصة جديدة وبطل جديد وبرنامج الأبطال شكرا جزيلا شكرا جزيلا